وتواصل المحكمة الابتدائية البحثة في ملابسات الجريمة الإرهابية التي استهدفت منزل وزير الداخلية الأسبوع المنقضي كما تعكف وزارة الداخلية على إجراء بحث تحقيقي في الغرض وإن كان الغموذ ما يزال يكتنف الهجوم الإرهابي الذي استهدف منزل وزير الداخلية لطفي بن جدو بالقسرين أوسط الأسبوع المنقضي ويدى الاستشاد أربعة يمنين فإن خيوته بدأت تنكشف حيث توصلت آخر الأبحاث إلى الاحتفاظ بعنصرين اثنين قد تكون لهم سلة بالجريمة خلط التطورات لكون سيد قاضي التحقيق أذناء بالاحتفاظ بشخص بعد ما تم مدهمة محل سكنة بمقتضى تعليمات سيد قاضي التحقيق باعتبار لكون القضية اعتفاها إنابة الوحدة المختصة لمكافحة الإرهاب ويعني في الليل نهار الحميس في الليل والبارح العشية إذناء بالاحتفاظ بنفر ثاني يعني ثمزوز أشخاص محتفظ بهم هذا وقد كشف الناتق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سفيان السلية أن الأبحاث الأولية أثبتت أن المجموعة تضم أكثر من 15 عنصرا موضحا لأن المجموعة هي خلية إرهابية خطيرة منظمة من الأبحاث الأولية اللي كونوا الأنفار هذومة يعني كان عددهم أكثر من 20 نفر ووقع توزيع الأدوار في خصوص العملية المجموعة على ثلاثة أدوار مجموعة الأولى تمت مدهمة الأعوان يعني الأربعة بالمستودع والمجموعة الثانية تولت استهداف سيارة شرط المرور والمجموعة الثانية تولت تأمين المكان يعني ثم تنصيق وثم تنظيم وثم وفاق بينها بالتوازي مع البحث القضائي فإن المعلومات الشحيحة التي رشحت إلى حد الآن تفيد أن وزارة الداخلية التي خيرت التكتمة وعدم الإداءة بأي تصريح في الخصوص بصدد إجراء تحقيق مع من يثبت تورطهم في العملية غير أن اتحاد نقابات الأمنية أفاد بأن هناك بحثا جديا في الغرض للوقوف عند الإخلالات في عملية الجسرين الحقيقة المعلومات هي حد الآن شحيحة بعض الشيء لأنه هي مختلفة المصادر والعنوين العملية كيف اجتمت أطراف هذه كيف سلت إذا كانت سلت من الجبال أو من منطقة داخل مدينة الجسرين كيف اجتمت العملية هذه هذه كلها حسب المواطية التي عندنا كاتحاد وطني نقابات تونسي هي سائلة الأبحاث بطريقة جدية لمسنا أن هناك جدية لكن ماذا بنا في القريب العاجل نتحصر نتائج ليمكننا معالجتها وأن بدأت بعض ملابسات خيوط جريمة الاعتداء على منزل وزير الداخلية تبوح بأسرارها فأن البحث لا يزال متواصلا للكشف عن الجنات وتدارك الأخطاء حتى تمكن الجميع من مواجهة ظاهرة الإرهاب ترجمة نانسي قنقر